المسيح بركز على الأولوية المحبة الأولى والطاعة الكاملة ينبغي أن تكون ليسوع المسيح يسوع المسيح لا يقبل عبادة مجزئة ولا يقبل أقوال مجرد هيك منرميها في الهواء المسيح فعلاً أنت بتصطدم فيه يا أنك بتصطدم فيه أنه فعلاً المخلص فعلاً الطريق الوحيد إلى الآب فعلاً أنه ليس بأحد غير الخلاص فعلاً أنه الشخصية المميزة الفريدة الكاملة لعيب فيها فعلاً الشخص الوحيد الذي لم يفعل خطية أو ممكن أنك ترفض المسيح لأنك أنت صعب عليك تهدم أو تقبل والكتاب يقول بكل وضوح لا يستطيع أحد أن يقول يسوع رب إلا بالروح القدس والرب يسوع تكلم مع التلميذ إن أراد الإبن أن يعلن له قال لي بطرس طوب لك يا سمعان بنيونة إن لحم ودمن لم يعلن لك فهذا إعلان بالروح القدس إعلان إلهي في القلب في حياتك بينير ذهنك وبيفتح عينك وقلبك حتى تكتشف الحقيقة فالمسيح لا يساوم مش ممكن تعب الدينين أو تخدم سيدين أو كل الأديان بتوصل لا لأنه فيه تناقض بين الأديان يا بترفض يا بتتبع يا بتقبل يا أنك لا تقبل لكن قال يسوع من يقبل إلي لا أخرجه خارجاً ترجمة نانسي قنقر